أرجو أن تقدروا مشاعر المصري والحرق الذي يستشعره وهو يتحدث إلى هذه النخبة الفلسطينية لكنه يستعيد كبرياءه حينما يتطلع إلى هذه الوجوه التي تعيد إليه الأمل في المستقبل وإن بعدت الشقة إزاءه في العالم العربي تعرفون كيف أنه يخد معارك في كل قطر وعلى مختلف الجبهات وكنت أحد الذين قالوا أن الفلسطينيين وحدهم الذين يقاتلون العدو الحقيقي وهم وحدهم الذين يتلقون الرصاصة أو يلقون الحجرة على جبهة العدو الحقيقي قدر للشعب الفلسطيني أن يكون هو في مقدمة الذين يسرون على النضال ويواصلونه ويختارون البوصلة الحقيقية ويتصدون للعدو الحقيقي وفي الحقيقة فإن الإعلامين بوجه أخص هم في مقدمة المقاتلين الذين نجحوا إلى حد كبير حتى الآن في أن يتصدوا لتشويه الوعي وتمصي الذاكرة وإحياء القضية غاية ما أرجوه أتمنى أن يواصل الجميع قتالهم وأن يكون الشاغل الحقيقي هو تحرير الأرض لأننا كنا في الماضي نظن أن بلادنا هي التي ستحرر فلسطين وأرجو أن يتحقق أملا فأن تكون فلسطين هي التي ستحرر بلادنا أرى أننا أمام مجموعة من الكتائب المقاتلة التي لم تفلح وسائط الطمس والحصار سواء كان حصارا في الأرض أو حصارا في الفضاء هذه الكتائب هي التي تعيد إلينا هذا الأمل وتبقي على فلسطين كقضية في موقعها الحقيقي رغم كل محاولات الدجهيل والحصار والطمس أتمنى أن نكون التحرير هو شاغل الجميع والمقاومة هي قضية الجميع وأن ينصرف المقاتلون الإعلاميون عن المعارك الجانبية لأن هناك قضية كبرى تحتاج هذا الجهد الكبير من المحررين والمصورين والكتاب وغيرهم لأن هؤلاء هم الذين نجحوا حتى الآن في الإبقاء على حيوية القضية وإيصالها إلى كل بيت بعد أن بذلت جهود كثيرة لتمصها وتجهيلها وحصارها وقرأنا أخيرا عن محاولات تغيير في المناهج ورسائل الغزل للسياسيين الذين يحاولون أن يسترضوا الإسرائيليين أو يتواصلون معهم لسبب أو آخر ولكن واحدهم الإعلاميون على هذه الأرض هم القادرون على استمرار النضال إما على الأرض أو في الفضاء وفقكم الله وكتب لجهودكم السدادة باستمرار شكراً السلام عليكم ورحمة الله شكراً